ليسوا مشردين لكنهم قضوا ليلتهم على الأرصفة مجبرين على تحمل قساوة البرد الشديد هؤلاء هم الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في باكستان بعد أن وجه السفير اليمني بإغلاق أبواب السفارة في وجوههم لم يكن هذا الحاجز الأمني أول عائق يواجهه الطلاب في هذه المدينة فمن قبله تعثرت دراستهم بسبب انقطاع مستحقاتهم المالية ما دفعهم لتنظيم اعتصام للمطالبة بها اعتصام لم يكد يبدأ حتى انتهى باستدعاء السفير وحدة مكافحة الإرهاب ووحدة التدخل السريع والأمن العام الباكستانية مدعيا أن الطلاب اقتحموا السفارة لتغلق القوات الأبواب وتحتجز الطلاب الذين أتوا للانضمام لزولائهم داخل السفارة لم يمضي وقت طويل حتى قامت القوات وبناء على توجيهة السفير بطرد من كانوا بداخل السفارة أيضا فهل ستجد مناشداتهم آذانا صاغية بعد هذه الممارسات من جانب السفير التي أضافت إلى معاناة هؤلاء الطلاب معاناة جديدة؟